الموزيع اللي كان بيكلم دلوقتي بيقول يا جماعة الصين بنت حجمها ده على الأحجام دي من المشروعات وكنا زمان في اقتصادياتنا بتاعة المنطقة لنلقي بالا لهذه الأحجام الاستثمارية وبنشوف ان المشروعات العملاقة دايما هي دي غير كده مش مهم كماليات ثقافة الانتاج يعني لما يكون الانتاج ثقافة شعبوية الناس كلها هي بتبص للانتاج ده ان هو الوسيلة الوحيدة ان حياتهم تتغير كل حاجة بتتغير حلو ثقافة الانتاج يعني اول لما الناس تبدأ تقدر العامل اول لما الناس تبدأ تقدر فرصة المكسب اللي هيبقى فيها شوية تراب وشوية شحم انت هنا هيحصل تغير كل في المجتمع وخليني اقولك ان نموذج حصل لما بدأ الاعلام المصري يهتم بالشباب اللي عندهم بيقدموا مشروبات ومأكلات في الشوارع وبقيت الفكرة دي مقبولة بقى مقبول بالنسبة لي ان اخويا وابني بقى عنده مشروع من النوع ده وبقيت متقبل الفكرة ومش هقول له اصل ده انت مش عارف بيتشتغل شوال لانا شكلها اعمل ازاي فانا في الاول محتاج ان الفكرة تكون موجودة عند الناس طالما الفكرة موجودة والاراضة موجودة عند الناس كل حاجة بعد كده ممكن تتغير وسهلا انها تتغير لان دايما السوق بيتابع الاحتياج يعني دايما الحاجة ام الاختراع فطالما انا عندي الرغبة عند الناس والاراضة كل حاجة بعد كده ممكن تغيرها فانا لغاية النهاردة ثقافة الانتاج مش موجودة عندنا وده نتيجة مجموعة من العوامل احنا تأثرنا لمدة 20 او 25 سنة باغرق صيني بالمنتجات الصيني احنا تأثرنا من سنة 92 باثار العلمة اللي حولت افكارنا تجاه الاعمال الخدمية وتجاه العمل في التجارة وان دي المجالات المربح انما ثقافة الانتاج وثقافة الصناعة ما بقيتش موجودة عندنا زي ما كنا بنتكلم مقبول بالنسبة لك ان انت تربي قطة او كلب في البيت لكن مش مقبول ان انت تربي فرخة او تربي اي حوان تاني منتج يعني بالرغم ان ده ليه ازعاج وده ليه ازعاج ده ليه تكاليف للتربية وده ليه تكاليف للتربية ولكن ثقافة الانتاج نفسها هي اللي اتغيرت في حياتنا يعني لو رجعت الكل للمرحلة السابقة على مرحلة الاغراق الصيني اللي كانت بتحصل لنا لا كان فيه ورش وكان فيه نهضة صناعية موجودة في مصر والعمل المصري ماهر وكان بيقدر يشتغل بادوات كمان ضعيفة جدا مش متقدمة فاذا النواة موجودة عندك ولكن انت محتاج ان انت تعيد توجيه الناس مرة تانية الى ثقافة الانتاج طيب ايه اللي بيحصل النهاردة على عرض الواقع على عرض الواقع النهاردة السوق محتاج منتجات وترطب على ده ان المنتجات المستوردة بقى تمانها غالي جدا فده بقى عامل هامش ربح كبير جدا يسمح لك كشاب ان انت تشتغل في تصنيع يعني انا لما كنت بتناقش مع الشباب يقولولي احنا هنفتح انترنت كافية هنفتح مش عارف محل بلاي ستيشن هنعمل لمشروع مشروبات فانا بسأله انت ليه بتعمل المشاريع دي فبيقولي المشروع ده هيدخلي داخل يومي مكسب قد كذا فطب انا بقوله دلوقتي طب ما تيجي تشتغل في تصنيع قطع تغيير سيارات نفس القطع دي انت هتخط فيها ساعتين او ثلاث ساعات من يومك هتطلع للقطع دي برضو هتكسب 300 او 400 جنيه في اليوم يعني ده انت لو في اليوم عملت اكتر من قطع يبقى المكسب يتزايد وخاصة ان في قطع غيار بسيطة جدا وسهلة جدا لغاية النهار ده السوق المصري حصل له اغراض بقطع الغيار وخاصة قطع غيار السيارات الصينية والتركية والكورية انت النهار ده فقط ان انت تقلد قطع الغيار دي مش حاجة صعبة ومش حاجة فيها نهاء وترانسفير حتى فانت قادر تغزي السوق بمنتجات كتير لما تلاقي ان احنا بنستورد بـ 55 مليار دولار تخيل الفلوس دي لو دخلت جيب المصريين هيبقى الوضع عامل ازاي فانت عندك مشكلة شعبوية في الاساس لازم نوجه ثقافة الناس للانتاج وده دور اعلامي كبير ومهم انتو لما بتلفتوا انتباه الناس لحاجة معانة الناس بتستجيب وخاصة ان انت بتلفت انتباه الفرصة مكسب فانا النهاردة بنتناقش ان فيه ناس على ارض الواقع شغالة في تصنيع قطع الغيار وفيه ناس شغالة في تصنيع الاساس المنزلي وفيه ناس شغالة في صناعة الملابس وكل الناس اللي بتنتج وبتنتج وباحترافية بتكسب